يسير صباحكم نصحتنا لهذا اليوم هنحكي عن الثوم أنا عارف الثوم لما نحكي سيرته الصباح رح تتقففوا منه ولكن اتذكروا ان الثوم كان اسمه عسل الفقراء كان في احدى الولايات في فرنسا قبل اكثر من مائة عام كان اصيبه بمرض الطعون فمات كتير من هذه القرية او المدينة فالحاكم قال بنا ندفن الموتى فقالوا له افضل شي ان احنا نجيب المساجين منه بيدفنوا الموتى ومنه هما كمان بموتوا وبالفعل جابوا المساجين وخلوهم يدفنوا الموتى ما قال لهم مش انهم مصابين بالطعون لكن رجعوا له اربع مساجين بحالة جيدة فاستغرب وقال لهم انتوا كيف عايشين لحتى الان انتوا المفترض ميتين لانه انتوا نقلتوا ودفنتوا مرضى مصابين بالطعون فقالوا له احنا كنا بنداوم على تناول الثوم بشكل يومي فالثوم هو عسل فقراء ولكن ياريت ما ناخدوش على الريج نقطع الثوم وناخدو بعد الافطار اشتركوا في القناة